بسم الله يا بله ابن الراحة كدس الراحة دامين حلقة جديدة من قناة دكتور ابنستين اهلا بحضراتكم بس اليوم موضوع مهم جدا وهي قوانين الكنيسة اللي اكدت ولوهية السادة المسيح في العصول غلاة قمت بتواسيح في العصول غلاة قمت بتواسيح في العصول غلاة اللذي في العصول ضد إنسان ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمنى شكرا 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 للمحظم شكرا للمحظم عشان نبدأ مع بعض قوانين الايمان موضوع النهاردة هل قانون الايمان النقاوي هو اول قانون يتم وضع في الكنيسة الابطية او في الكنيسة كامل بالشكل العام اه ولا لا العجابة لا تفاصيلة انها في حلقة اليوم. حلقة اليوم. رجاء مشاركة لبس لكل الاخوة والاخوات. مشاركة لبس لكل الاخوة والاخوات. نبدأ بقوانين الايمان وترتبها تاريخيا. اول قانون ايمان قانون ايمان لابا الرسل. روما في اواخر قرنة اول الميلادي. تفصلته بقى بيقول ايهم? قانون الايمان الاول الرسل. كله طبعا استنادر لكلام الكتاب المقدس بيقول فيه اؤمن بالله ضابط الكل. خالق السماو والارض. وبيسوع المسيح ابن الوحيد. ربنا الذي حبل به هو سلطة الروح القدس. ولد من العزراء مريم. وتألم في عهد بلاطس البونتي. صلب وما يتوضفنا. ونزل للجحيم. وفي اليوم الثالث قام من الاموات. وصعد الى الصموات. وبيلس عن يمين العيب ضابط الكل. ثم يأتي الرياضين الاحياء والاموات. وؤمن بالروح القدس. وبالكنيسة المقدسة. الجماعة وشركة القدسين. ووفران الخطايا. وقيامة الجسد والحياة الابدية. هذا قانون الايمان الاول. مبسط وصغير. مبسط وصغير. شكرا لكم في الشرك وشوروك. شكرا لكم. نخش على قانون الايمان الثاني. قانون الايمان بيولي. نؤمن. بلاه واحد. الاب ضابط الكل. خالق السماوة والارض والبحر. وكل ما فيها. وبيسوع المسيح الواحد ابن الله. ربنا الذي صار جسدا. من العزراء لأجل خلاصنا. والامه في عهد بلادس البنتي. وقيامته من الاموات. وسعوده الى السماوات جسديا. ومجيء من السماوات في مجد الآب. لكي يضم كل الأشياء في رأس واحد. ويجري حكما عادلا على الجميع. وبالروح القدس. وأن المسيح سيأتي من السماوات ليقيم كل جسد. وليدين العشرار والظالمين. في نار الأبدية. ويعطي المستقيمين. والقدسين. خلودا ومجدا أبدية. هل ترون الثلاثة والصورة بتاعت القواني الإيمان؟ بسيطة. وكل ما فيها لا يخيال في الكتاب المقدس. كل ما فيها لا يخيال في الكتاب المقدس. قبل ما نكمل نعمل مشاركة تانية. حيث ايه؟ كل ما فيها موجود معنا. في هذه الفترات. لكي تكملت الموضوع. نعمل معنا. ولكي تكون قانون إيمان روما. وإيمان سمرة بقاء الرسل. روما. وآخر القرن الأول الملادي. قانون إيمان القديس إرينيوس. قرن الثاني الملادي. بقى كده هناخد قانون ايمان العلامة ترتليان شمال افريقيا متين يعني تقطش كده الكرن التالت لامس كده الكرن التالت بالضبط الكرن التالت اشتركوا في القناة بعد كده نكمل اللي جاي قانون ايمان العلامة ترتليان جزء اللي هنكلم فيه حاليا تالت قانون ايمان قانون ايمان العلامة ترتليان بيقول ايه نعم باله الوحيد خالق العالم الذي اوجد الكل من العدم وبالكلمة ابنه يسوع المسيح الذي نزل الى العزراء مريم خلال روح الله وقوته وصار جسدا في احشائها وورد منها وصيب على الصليب في عهد بلادس البندي ومات ودفن وقام في اليوم الثالث ورفع الى السماء وجلس عن يمين القاهة القاب سيأتي ليدين العحياء والاموات والروح القدس البارق لية القدس مرسلا من عند القاب بواسطة المسيح وان المسيح سيستقبل قدسيه بعد استعادة الجسد في متعة الحياة الابدية وموعيد السماء ويدين الاشرار بفكر الابدية يبدأ برضو بيأكد على لهوت اخنوم الابن الرابع قانون الامان الرابع قانون امان كوليس كيبريانوس كروتجنة 250 يعني قارن التالت ميلادي برضو نؤمن بالله العاب وبابنه المسيح وبالروح القدس ونؤمن بغفران الخطايا والحياة الابدية خلال الكنيسة المقدسة خلص قانون الامام ذا شفتوا كم كلمة واحد اتنين تلاتة باع خمسة ستة سبعة عشر تاشر نشر تاشر بعتاشر مستاشر خمستاشر كلمة لو ما اعتبرناش حروف العطف كلمات خمستاشر كلمة بتات نؤمن بالله الاب وبابنها المسيح وبالروح القدس ونؤمن بغفران الخطايا والحياة الابدية خلال الكنيسة المقدسة قانون امان الخامس لقديس غوروغوريوس كيسرية الجديدة 270 كرن الثالث برضو نؤمن بالله الاب وبرب واحد اله من اله شورة وهيئة اللهود الحكمة والقدرة التي اوجدت كل الخليق الابن الحقيقي للآب الحقيقي بروح قدس واحد خادم التقديس فيه يعلن الله الآب ويعلن الله الابن الذي هو خلال كل الأشياء تلوس كامل غير منقسم ولا مختلف في المجد والأبدية والسلطان يعني فيه باختلاف في مجدهم ولا الأبدية ولا السلطان معنى كده نعبس الجاهر بعد قانون إيمان قدسة أوروغوريوس هنأخذ قانون إيمان لوقيانوس قانون لوقيانوس أنتاكيا سنة 300 ميلاديا يعني حواف القرن الرابع نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق كل شيء والمعتني بكل شيء وبراب من واحد يسوع المسيح ابنه المولود من الآب قبل الظهور إله من إله الحكمة الحياة النور الذي ولد من العزراء حسب الكتب وتأنس الذي تألم من أجلنا وقام من أجلنا في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآياب وسيأتي أيضا بمجد وقوة ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس المعزي المعطي التعذية والتقديس والكمال للذين يؤمنون قانون إيمان السابع قانون إيمان القدس كرولوس الورشاليمي برشاليم 350 نؤمن بإله الواحد الآياب نؤبط الكل لخلق السماوة والأرض ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآياب كل كل الدور إلى حق كان كل شيء تجسد وتأنس صلب ودفن خام في يوم الثالث وصعد للسماوات وجلس عن يمين الله وسيأتي في مجد ليدين الأحياء والأموات ليس الموقعين قضاء وبروح قدس واحد البارقليت الناطق الأنبياء بمعمودية واحدة للتوبة لمغفرة الخطايا وبكنيسة واحدة مغدسة الجامعة وبقيامة الجسد وبالحياة الأبدية كلهم بيأكدنها نفس المعنى نأتي بقى لقانون الإيمان النقاو الكوستانطيني وهو سنة 325 قانون الإيمان النقاو الكوستانطيني جافي ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المغلود نأكل لكم حق من الله حق مغلود غير مخلوق وساولها فنجوهر اللذبية كان كل شيء هذا لازم نجد نحن البشر ونأجل خلاصنا نزلها من السماية وتجسده من الروح كدس وماريب العزراء تأنس وصلب عنا على أهد باصل بطبيق سأقول الله ماكوبها راقاهم بها الأموات في اليوم السلس كان في الكتب وصعد على السماوات وجلس عن يامين الآن أيضا يأتي في مجديد لدينا الحياة الأموات الأزيرة السمكو الموضاء نعم نوم بالروح الكوستان طبعا بداية قانون الإيمان بالحقيقة نعمل من منها وننتظر كاملة الأموات وحايد نظهر أتي أمين شايفين النمط اللي بقود عليه خوانين الإيمان الكنيسة أباخر القرن الأول الملادي أدي قانون وقانون الثاني في القرن الثاني وإيه قانون الإيمان العلمة ترتريان قرن الثالث كديس كبريانوس قرن الثالث كديس الغريوس قرن الثالث قانون الإيمان الكليانوس قرن الرابعة قانون الإيمان الكليانوس قرن الرابعة قانون الإيمان النقه قرن الرابعة وفي ثلاث قوانين قرن الرابعة وثلاث قوانين قرن الثالث وقانون قرن تاني وقانون القناة الأول وكلهم دول استنادهم للكتاب المقدس بيقولوا فيها بيقولوا ان احنا بنعترف ان ربنا يسوع المسيح الله الكلمة المتجسد يبقى احد الأدلة على أولوهية السيد المسيح احد الأدلة على أولوهية السيد المسيح ده ليهم أقوال كتيرة ديهم أقوال كتيرة تأكد روهية السيد المسيح وبيؤكدوا برضو بوحدانية الجوهر اللي هوتونسوت وبوحدانية الثلوس يعني الوحدانية والتسليجيس وكلام ده كله مش مستحدس مش مستحدس غير مستحدس ناخد شوية تفكروا في موضوع ونكمل بعد كده بإذن ربنا أقوال الأباء الأولين غير كمان بالإضافة لقوانين المجامع وقوانين الأباء الرسل كل القوانين احنا كلمنا عنها في الجزء ده هنتكلم على الأقوال الوحدة اللي زيادة على القوانين كمان من المتابعين من المتابعين موجودين من الشرق الأوسط وكل المتابعين موجودين من الشرق الأوسط وكلهم نايمين شرق تيني شرق شرق اشتركوا في القناة 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 نحن نعبد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خالق قل للاشياء هذا اول موضوع في ايمانا والموضوع الثاني هو كلمة الله بن خسين ابن الله المسيح يسوع ربنا الذي اعلن للانبياء ويخلق شركة بين الله والبشر والموضوع الثالث هو الروح القدس الذي به تنبأ البطاركة ابراهيم واسحاء ويعقوب وعلموا ما يخص الله وقاد الابرار الى طريق البر القدس الرينيوس الكرازة الرسولية صفحة تسعة ثلاثين اولوية السيد المسيح في كتابات القدس هبوريتوس يولي القدس هبوريتوس اتنيح سنة المتين خمسة ثلاثين قال له مجد الاله الواحد ولكن كما نعرفه ونقبل المسيح ابن الله الله الذي تألم كما هو معروف لنا ومات بالطريقة المعروفة للصليب وقام في اليوم الثالث وهو عن يمين الآيب وسيأتي لدين العحياء والأموال القدس هبوريتوس ثلاثين قال قال اننا لسنا ندعو للسيد المسيح الله فقط بل الاله الحقيقي وذلك بمعنى انه يملك كمال الوهة الآيب أعطاه له كإنه خلال ولادته إياه وليس من قبيل النعمة الإلهية كشخص معوز القديس غرغوريوس السيئولوكوس تلتمية تسعة وعشرين لتلتمية وتسعين ميلاديا قال إياه قال ليس الذي ولدته من مريم إنسانا معرّة من اللهوت ولا ظهر بدء اللهوت في ولادته من مريم لأن له البدء والتمام والسلطان وهو الله الكلمة من قبل تجسده وعن بعد أن تجسد الغير المتجسد تجسد الكلمة الذي لم يره الذي لم يجس يلمس الذي لا يدخل تحت الزمان له البداية إن الله صار إبن الإنسان يسوع المسيح الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد المرجع علم اللهوت العقيد سيد دكتور مريس تعود روس المتنيح وزء الأول صفحة 569 القديسة سناسس الرسول 296-373 قال أن الألوهة الإبن هي ألوهة الأب فيندج عن هذا أن الأهب يمارس أعمال عنايته بكل الأشياء من خلال الإبن كما أن الأهب هو الكائن الذي يكون هكذا أيضا الكلمة هو الكوائن والإله على الكل القديس هلاليوسكو بواتي في فرنسا 315-366 الإيمان الرسولي يعلن أن الأهب هو إله واحد ويعترف أن الإبن هو إله واحد حيث أن نفس الطبيعة الإلهية الواحدة هي في كلاهما ولأن الآب هو الله والإبن هو الله والإسم الواحد لله ويعبر عن طبيعة كلاهما فعبارة الإله الواحد تعني الآب والإبن الإله من الإله أو الله في الله ولا يعني ذلك أنهم إلهان المرجع كتاب الكوديس هلاليوسكو بواتي عن الثلوس الكتاب السابع أباء أباء بوستن عيسين فازر البوليوم التاسع سنة 1994 صفحة 132 الكديس كورولوس الكبير 377 لربما 44 يقول ليه؟ ولذلك فأننا نعترف أن ربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد هو إله كامل وإنسان كامل زو نفسه عقلة وجسد وهو مولود من الآب قبل كل الظهور وأنه هو نفسه في الأيام الأخيرة من أجلنا ومن أجل خلاصنا ولد من العزراء مريم بحسب الناسوت وهو نفسه من الجوهر نفسه الذي لله حسب لهوته ومن نفس الجوهر الذي لنا حسب نسوته أمين كريستيما كده خدنا قوانين الإيمان التمانية وأقوال الأباء في الكورون الأولى نحتاجها للمسيح ابن كريستيما كده من المسيح ابن كريستيما نشاركو الأولى في 30 ثانية وأعودك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 555 شكرا اشتركوا في القناة 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 ده كان بحيس ايه ندي فرصة للاخوة اللي يحضروا اولا يستمروا معانا. صحة ولا ايه? صحة ولا ايه? اللي مش هيحضر البس اللي مدة سبوع. نعتذر له كده ونقول له شكرا لك. ربنا يباركك وعوضك. نعمل ايه? يخلي حد تاني. يبقى مداريته لمكانه. عشان البس ما يبص. الاخوة اللي حابب يدعم القناة احلا وسهلا. رابط البيبال موجود في اليوتيوب. اولا عايز رابط البيبال اللي يبعتلي. اللي حابب. يبعت هدايا. مرحب بالهدايا للخدمة. في مين تاني معانا بيحضرش. اللي ما بيحضرش نقول له. باي باي اهو ري موف. ري موف. ري 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 موف. اللي اخذ كان بارو تلاتين يوم. رفض ادي له رفض على ادي له رفض. اخد رفض. يلا كده هو. ادي له رفض. صاحب الزبط كريستين. رب بارك. امين. 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 مات المسيحة يا يا راجل. سوالك اه حبك. سوالك ده ترد علي خمسمائة خشره مئة مرة. وخشره مئة مرة. سلام يا عبا. نلتزم اللي معانا مودريتورس. نلتزم بالحضورة جماعة. نفضلكم عشان نجاح الخدمة. لترجية الكوديس غرغوريوس. الناطق بالالهيات. يا لأ لحسين انت خليك في ايه? خليك في ايه? خليك في ايه? خليك في ايه? قوموا إنسان الذي كان الدائم الى الابد. الاذاتي والمساوي والجليس والخالق مع الاب. الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الانسان وجعلته في فردوس الناعم وعندما سقط بغيوات العدو ومخالفات وصيتك المقدسة وردت ان تجدده وترده الى ردته الاولى لا ملك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبيا اتمنته على خلاصنا بل انت بغير استحالة تبست وتأناس وشبهتنا في كل شيء مخال الخطيئة وحدها كل ده بيأكد مساواة لقموم الابن الاب وعملية الفداء واختيار سلامه لامرود واختيار حموم الكلمة لكي يتجسد ويفدينا ويفدينا فيه حاجات تانية تؤكد كده اه تسبيح والترانيم تسبيح والترانيم استخدمتها الكنيسة الاولى في العبادة بتشهد بيلوها تسادي مسيح يسبيح المؤرخ الشهير من 264 ل 340 عبارة وردت في مؤلف تقوله مزمير الإخوة والتسبيحهم التي كتبها المؤمنون من أيام المسيحية الأولى كلها تقدم التسبيح للمسيح كلمة الله وتعلن لغوته يعني لغوته المسيح والإمام بلغوته المسيح مش مختارة منذ التجسد ونحن نعلم أن المسيح تجسد أن الله تجسد فيه برضو من بين عيلينا تسبيح بتشهد بكثم يعني فيه تسبيح طول أيها رب الإله حمال الله ابن الآب حامل خطايا العالم رحمنا بالتقرير اللي تم باللينس أصغر حاكم بمدينة بسينية سنة 112 إلى أمبراطور تراجين بيصف فيه عبادة المسيحين فبقرر بيقول إنه كان من عاداتهم أن يجتمعوا معا في يوم من الأسبوع قبل الفجر وينشدون بالتناوي بتنانيمة للمسيح باعتباره إنها الله وقال أن المسيحين يعبدون المسيح كالله أو إبن الله يعني معنى كده كل شيء في الكنيسة الأولى بيأكد على الإمام بالسيدة المسيحة لا والله مش مجرد إنسان ولا مجرد أبي لا أخي اللي عايز يسأل تعالى هاسأل يسأل اسأل اسأل استشير بالله تسمعني؟ أعلي صوتك شوية تسمعني الآن؟ آه كده سامعك تفضل قل لي الصفات الإلهية هل تقع لي الشيء؟ أقول لك الصفات الإلهية؟ حاضر الصفات الإلهية أن الله له جنب الصفات الإلهية أن الله له يد له أصابع له ساق سيكشف عنها ويدعون إلى السجود في يوم القيامة صح؟ صح شاني واحد ولكن هذه الصفات الإلهية التي قلتها صفات الإلهية أن الله له يدعني صفات الإلهية أنه يدعني شيء يدعني صفات الإلهية أن الله مرحبا أضع إنه يدعني وقعدنا قد يدعني هذا الكلام الذي تقوله تضحكون عليه على المسيحيين لان اليد التي ليس كيد الله Heulah deb бес سمعني هناك تشابه الاسمع انه لا يس ككه شيء ايوه هتكشف لك عن ساقه ازاي و هدعوك للسجود في صورة القناة ١٤٠ نعم ستستخدم عقلك البشري الآن هل تستخدم عقلك البشري؟ ايه ده همال انت تستخدم ايه؟ مستخدم ربص ولا؟ انت تستخدم عقلك البشري اذا انت متطور فلا تحضر معي لان انت لسه تتخدم عقلك البشري فلماذا تحضر معي انا باستخدم عقلك البشري ربنا ادينا عقلك البشري انت بقه مش عاست تستخدم عقلك البشري؟ استخدم ربصه اسخدم مسحوق غسيل انت تستخدم عقلك البشري انت كفرت؟ هل كفرت حتى تستخدم عقلك البشري؟ ما له العائل البشري. وربنا دخل لنا العائل البشري عشان ننبقى. عجبا. عجبا. ممكن تقول لي الصفات الالهية ايه? هو سوعك لما انا بقول له صفات الالهية من القرآن. حابب ينكرها بقى. ليس كمسليش. ما احنا عارفين اللي هو ليس كمسليش. ما هو الله الوحيد احنا مفيش حد فينا عنده صفات الالهية والالهية مع بعض. فهو برضو ملوش. ما سيل. حاجة عجبا. حاجة عجب. لنا عنده صفات الالهية يا ربما. لا يمكنني استخدام هذا. هل تستخدم عقلك البشري؟. اذا انت بني ادم. فلا يصح ان تتحدث معي. لاناني بني ادم. وفكر بعقلي. تبا لك. تخيلوا بقى يعني الناس دي قرنوا واحد وعشرين مش عايزين يستخدم عقلهم. يحطوا ما يبقى. ياردي ربنا ده. احنا نهاردة اكلمنا لقوانين اليمان. اكوال الاباء. الليتروجيات الترانيم. كل ده بيأكد ولوهية السيدة المسيح. كل ده بيأكد ولوهية السيدة المسيح. تخيلوا يعني كتاب مقدس بيأكد ولوهية السيدة المسيح. تقليد شامل الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة بيأكد ولوهية السيدة المسيح. ثم ويأتي بعد ذلك أشخاص مثل هذا الإنسان يقولون لا لا تستخدموا عقولكم لا الناس ستوديكم من الحقيقة فماذا نحن نفعلون نأخذ من كل رجل قبيلة الله يناور عقل أمين أبو أنسا يقول سوى تحميل أربعة ملائكة في يوم مقاملة تحميل ثمانية ملائكة الله عليك الله عليك وصلنا لا هم مش عايزيني شاركنا شاركنا في هذا الحدث الهاتين نعم لا يريدون أن يستخدموا العقول فماذا نحن نفعلون نأخذ من كل لا يريدون أن يكون قبيلة اشتركوا في القناة انك هو الكين الزادي كين واحد لأجلي يا سيدي لم ترد واجهك على خزي البص ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع على قناتي على اليوتيوب من فضلكم القناة في البايو او سرار اليوتيوب تخش على سرار اليوتيوب هيتخش على قناة على طول العيدل تخش على قناة على طول العيدل حد عايز يطلع يسأل يستشير يجاوب يرنم العايز يرنم يتفضل وقت مفتوح الان وقت مفتوح الحابب يرنم مين؟ عايز ترنم تعالى عايز ترنم تعالى لندلو يا صبايا وأبلوها يدو الشموع وزفوها فهتو الظهر غيرو شوها نامت ربنا النور ستر عطل ربنا وارا فوق القيب انا اخي انا مسيحي بسيط بسيط بدي افهم الثلوس ببساطة فهمك الثلوس يتلخص فيه الاب ذات الله والد الابن وباصق الروح القدس لا يوجد ما بينه منفصال مع الفارق في التشبيه كان لنفس البشرية او كائن البشري نفسه جسد وروح والثلاثة بيبوا مع بعض وينفشبوا منفصلين وإلا يبقى فيه خلل في الكائن البشري مع الفارق في التشبيه الله له ذات وكيان له ذات وكلمة وروح بدون انفصال وهو مختلف عن الثلوس المصري او الاسطورة المصرية بتاع تديس وزريس وحد حرص بحيث لانه منفصلين الثلوس المصري الفارعوني منفصلين لكن الثلوس المسيحي وهي المنفصل لذلك نقول باسم الاب والابن الروح القدس إله واحد آمين إله واحد آمين إله واحد آمين حد عنده اي فقرة حابب يقولها اي شرفنا يا اهلا بكم الثلوس three هنا هذا الفارع من المصري الفيرو وهو ج linguعب من المصري days هو التقليد من التقليد فertos من البائ upfront 3 1 3 3 1 امين باسم ربنا سلمسيح امين 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 كريه ريسون امين كريه ريسون البؤية رب بعد انيه بالفراح وسط التهليه حفلة عظيم على ساحة صانع راب ي اسلي العابي بيسأل الوقت متاح للجميع الموضوع الأزيز النهاردة نضعه على اليوتيوب ومشكل الناس عرفاه وبالمراجع وبالمراجع لو حد عنده يسأل يتفضل عنده يسأل سنغلق البس ومراكم في بس آخر في معدم قريب ولكن يفضل يكون بعد الساعة السابعة بإذن الله بتوقيت مصر اقترب هيا اه ا становل R&B اه اقول لكم باي باي السلام الله معكم شكرا جزيلا انظرو اشكرا جستينا شكرا للمشاركوا Guild مترضي قابلكم فيديو بديد مع قناة دكتور جستين سلام الله يكون معكم ومعيدون فيكم ويبارككم كان نفسي عاد فترة تانية بس انتم مش عايزين تسأله لو سألته ها عاد مساعدته مش هينفى عاد كده من غير مع سئلة من غير حك يباركوك على خيار بقى هبس بالليل شكرا 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 شكرا